اشتركوا في القناة القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين لا يزال الكلام في عرض نماذج عظيمة من تلك النماذج التي استطاعت أن تنجح في اختبار تعارض صلة الرحمي مع صلة الدين تعارض العلاقات الرحمية مع العلاقة الدينية هؤلاء الذين لم يبالوا بذوي أرحامهم بل حاربوهم في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل وكانت آخر النماذج التي مرت معنا النموذج الخامس وهو رأس خثعم أي كبيرهم مع علي عليه السلام وهو أبو كعب الخثعم رحمه الله الذي استشهد في صفين بعدما قاتل رأس خثعم مع معاوية وهو عبد الله بن حنش الخثعم إلى عنه الله ولم يستجب لنداءات الاستعطاف التي كان يوجهها إليه ابن عمه بدعوى أنهم أقارب وبن عم وقبيلة واحدة فقاتلهم أشد القتال حتى استشهد عليه رحمة الله دون تقلقل ولا تذبذب فلم يسجل لنا التاريخ أن هذا الرجل قد تقلقل شيئا ما أو اضطرب أو تذبذب لأنه يقاتل أبناء عمومته بل كان يأمر قومه من خثعم الذين هم مع أمير المؤمنين عليه السلام أن يقاتلوا أشد القتال أبناء عمومتهم وكان يقول خدموا أي يضربوهم في السوق في سيقانهم يعني حتى تجهزوا عليه كانوا ينادونه في الجانب الآخر يا أبا كعب ألكل قومك فأنصف ولم يكن يبالي إلى أن رزقه الله عز وجل الشهادة ولئن كان خثعم أو رأس خثعم من هذا رحمه الله ثابتا صلبا في نصرة الحق ومجابهة الباطل بلا تذبذب ولا تقلقل فإنه مع شديد الأسف كان هنالك من هو بإزائه أو بجواره من جند أمير المؤمنين عليه السلام من الرؤوس من الأمراء من الأكابر من كان متقلقلا ومتذبذبا ومضطربا أمام مواجهة أبناء عمه هذا ما يدخلنا على النموذج السادس وهو الأزد تقاتل الأزد رأس الأزد مع علي عليه السلام ظهر منه شيء من التذبذب واتقلقل قد حارب أبناء عمومتي صحيح ولكن بانكسار وضعف كأنه مضطر ومكره الحادثة يرويها نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفين في الصفحة مئتين واثنتين وستين عن الحارث بن حصيرة عن أشياخ من النمر من الأزد النمخنف بن سليم وهذا هو الرجل المتقلقل من رؤوس الأزد النمخنف بن سليم لما ندب أزد العراق إلى أزد الشام ندبهم حرضهم على القتال ودعاهم إليه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن من الخطب الجليل والبلاء العظيم أنَّا صُرِفْنَا إِلَى قَوْمِنَا وَصُرِفُوا إِلَيْنَا فَوَاللَّهِ مَا هِيَا إِلَّا أَيْدِيْنَا نَقْطَعُهَا بِأَيْدِيْنَا وَمَا هِيَا إِلَّا أَجْنِحَتُنَا نَحْذِفُهَا بِأَسْيَافِنَا فَإِنْ نَحْنُ لَمْ نَفْعَلْ لَمْ نُنَاصِحْ صَاحِبَنَا كأنه يقول والله هاي ورطة أنه ابتلينا بأن صُرِفْنَا إِلَى قَوْمِنَا نُقَاتِلُ قَوْمَنَا نَحْنُ أَزْد وَهُمْ أَزْد ما هي إلا أيدينا تقتل أيدينا أجنحتنا تقتل بأسيافنا طيب إذا ما فعلنا لم نناصح صاحبنا يعني بصاحبنا أمير المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام ويعني بلم نناصح أي لم نخلص إذا لم نفعل إذا لم نقاتل أبناء عمومتنا وأهلنا فقد أظهرنا أننا غير مخلصين لعلي بن أبي طالب عليهما السلام فإن نحن لم نفعل لم نناصح صاحبنا ولم نواسي جماعتنا البقية أيضا هناك خثعم قاتلت أبناء عمها طيب قاتلت أبناء عمها هاي القبال هاي كلها اللي كانت مع أمير المؤمنين عليه السلام قاتلت من هم من أبناء عمهم مع معاوية وقد فقدوا من رجالهم شهداء فكيف نواسيهم إذا نحن استنكفنا ولم نقاتل بني عمومتنا فإن نحن لم نفعل لم نناصح صاحبنا ولم نواسي جماعتنا وإن نحن فعلنا فعزنا أبحنا ونارنا أخمدنا من الواضح من كلام هذا الرجل كيف أنه متقلقل متذبذب يداورها مثل ما نحن نقول يرى أنه من جانب يجب أن يلتزم الالتزام الديني في طاعة إمامه وقتال الفئة الباغية من جانب آخر يرى أن هذه الفئة الباغية من أبناء عمه فيصعب عليه ذلك ويشق عليه ويرى أنه قد أباح عزه إذا فعل ذلك إذا قال عزوتنا وعزنا وإن نحن فعلنا فعزنا أبحنا ونارنا أخمدنا فقال جندب بن زهير هذا الرجل أزدي أيضا هذا تدخل وجد أن رأس قومه يتكلم بهذا الكلام الذي فيه شيء من الاضطراب والتذبذب لم يعجب هذا الرجل الشريف هذا رجل صلب حاد في الحق عظيم الشأن جندب بن زهير الأزدي رحمه الله قام فقال والله وهذه كلمة ذهبية والله لو كنا آباءهم ولدناهم أو كنا أبناءهم ولدونا ثم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على إمامنا علي عليه السلام وآزروا الظالمين والحاكمين بغير الحق المعاوية وعمر ومن معهما على أهل ملتنا وذمتنا مفترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عما هم عليه ويدخلوا فيما ندعوهم إليه من ولاية علي عليه السلام أو تكثر القتل بيننا وبينهم كلمة واحدة أنا ما عندي لا أبناء عمي ولا غيره كلمة واحدة كلمة الحق في مواجهة الباطل تدخل هذا الرجل حتى يعيد الأمور إلى نصابها عليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا هذه المسألة أن كثيرا ما يفترى على صاحب الكلمة الصارمة الحق من هذا القبيل الحادة من هذا القبيل حدية صحيح بس في الحق في تثبيت الأمور وجعلها في نصابها لا مبالاة بصلة الرحم صحيح ولكن الكلمة في نصابها كيف تقوم للحق قائمة إذا كلنا اضطربنا هكذا أما بني عمومتنا وأقاربنا ممن اختاروا أن ينصروا الباطل وقلنا لا لا نحاربهم ولا نواجههم إذا فعلنا كل ذلك إذا كلنا فعلنا ذلك لا تقوم للحق قائمة كثيرا ما يكون صاحب هذه الكلمة الحادة المبدئية محاربا ومفترا عليه ويذم وهذا ما حصل ما إن قام جندب بن زهير الأزدي وقال هذه الكلمة المهمة الذهبية والله لو كنا آباءهم ولدناهم أو كنا أبناءهم ولدونا ثم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على إمامنا وآزروا الظالمين والحاكمين بغير الحق على أهل ملتنا وذمتنا مفترقنا بعد إن اجتمعنا حتى يرجعوا عما هم عليه ويدخلوا فيما ندعوهم إليه أو تكثر القتل بيننا وبينهم ما إن قام جندب بن زهير وقال هذه الكلمة في وجه رأس قومه مخنف بن سليم الأزدي حتى قال مخنف ردا عليه أعزبك الله في التيه أعزبك بمعنى أبعدك يقال رجل عازب أي رجل بعيد والتيه معروف بعد أعزبك الله في التيه أبعدك وأقصاك أبعدك الله عنا أما والله ما علمتك صغيرا ولا كبيرا إلا مشؤوما والله ما ميلنا الرأي بين أمرين قط أيهما نأتي وأيهما ندع في الجاهلية ولا بعدما أسلمنا إلا اخترت أعسرهما وأنكدهما شوف شلون يحمل عليه بالكلام يقول أنت مشوم أنت أنت من أهل الشؤم أنت من أهل النكد لماذا يرمي الرجل بكل هذا لماذا يرمي هذا الرجل الشريف جندب بن زهير بكل هذا لأنه لا يريد أن يستمع لكلمة حق حادة كهذه يريد أن يميل بين الرأيين نقاتل قومنا أم لا نقاتلهم هذا ضعف هذا بحد ذاته ضعف في الإيمان إذا كان إمامك علي عليه السلام يأمرك بجهاد هؤلاء القوم من هؤلاء أمام علي بن أبي طالب والامتثال لأوامره حجة الله على خلقه وصي رسول الله أمره نافذ فورا تقول سمعا وطاعة بلا تردد لابن عمي ولا أخي ولا أبي ولا ابني ما لم ينزل على الحق ويترك هؤلاء الظالمين والحاكمين بغير حق ويدخل في جماعتنا ويتولى إمامنا ويبايعه فإني مقاتله هكذا يكون الإنسان المؤمن وهذا ما قاله جندب بن زهير الأزدي رحمه الله لم يقل شيئا منكرا ولكن كلمة الحق هذه لا يحتملها كثير من الناس فوصفه بالنكد والشؤم ودعا عليه وقال أعزبك الله في التيه ما علمتك صغيرا ولا كبيرا إلا اخترت أعسرهما وما أدري أنكدهما ثم يقول اللهم فإن نعافى أحب إلينا من أن نبتلى يريد العافية حضرة الآغة هذا فأعطي كل رجل منا ما سألك هناك بالفعل صنف من الناس حتى حين يتواقف الحق مع الباطل أي تجابهان يحصل عنده شيء من التردد يقول لا هذا قريبي وأحيانا حتى مو قريبة هذا صاحبي هذا فلان هذا عرفة هذا من ابن ولايتنا أحد الإخوة العاملين هنا معنا في الهيئة قبل سنوات أبلغني أنه اتصل بشخص من هؤلاء المعممين كان مسؤولا عن حويزة إن صح التعبير أو صح اللفظ وكان الإشكال على هذا الشخص أنه سمح لمن في هذه الحويزة من المعممين والطلبة أن يذهبوا لزيارة ذلك البالون الخبيث في قم المقدسة وكانت قد بدت منه انحرافاته حين ذاك وانتشرت وذاعت فأثار هذا غضبنا خاصة أن ذلك البالون استغل هذه الزيارة وصورها ونسبها إلى المرجعية قال إنه وفد من المرجعية الشرازية جاءه وزاره وعطمه هذا أمر خطر يكسبه شرعية فلذا بادر هذا الأخ واتصل بذلك المعمم المسؤول وثم أبلغني بما جرى في تلك المكالمة قال بأن ضد هذا البالون بشكل مؤكد ونحن لا نرضى بما تفوأ به ولكن هو بالنتيجة من أبناء كربلاء وبهذا الاعتبار فإن حوزتنا من فيها ولأننا نعرفه يعني من أهل كربلاء يعني من أهل ولايتنا يعني فهذا شنو ذهبنا أو ذهب هؤلاء إلى زيارته ولم ننههم أو لم ننههم أنا لما تنقل إلي هذه العبارات وهذه التبريرات لا أدري أضحك أم أبكي يعني هذا هو منطقكم أين الدين أين المبادئ أين الالتزامات الشرعية هو هذا منطقكم ابن ولايتنا وما أدري ابن محلتنا فإحنا عادي نروح نزوره ونعظمه وإلى ما هنالك وإن قال ما يجرح قلب محمد صلى الله عليه وآله ويجرح قلب علي وفاطمة وقلوب أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وإن تلاعب بالدين بهذه الطريقة بئسا لكم أسأل الله أن يحشركم معه إذ رضيتم في هذه الدنيا أن تكونوا معه للعلاقات العلاقات أنه من أهلنا ومن عرفة أو من أهل ولايتنا إن شاء الله من يوم القيامة يقول لكم هذا مو من أهل ولايتكم رحتوله بالدنيا وزرتوه وكلكم من نفس المنطقة ومن نفس المحلة إن شاء الله هم إحنا بالآخرة وإن هو موجود نخليكم همويا إن شاء الله إن لم تتوبوا خلوكم وياهناك إن شاء الله جهنم مع أبي بكر وعمر دين محمد يضيع بسبب تصرفاتكم هذه وأنتم ولا أصنع ما عندكم دم ما تحسون أطلاقا إخلعوا عمائمكم وطبعا نحن نعلم ما يقال عنا لأننا نحمل على هؤلاء ونتكلم بهذا المنطق يقال عنا أيضا نكديون يقال عنا هؤلاء من أهل التطرف يقال هذا الكلام كل شيء عندهم عسير متصلبون يقال هذا الكلام ولكن والله لو علمتم ما في هذا القلب من نار نار أكو في القلب وفي الصدر على ما نراه من عبث بدين محمد وآل محمد عليهم والسلام على الأقل لكنتم يعني تعذروننا هذا أمامكم دونكم انظروا ماذا يحصل في الساح ومنطق هؤلاء الذين يهاجموننا ويقولون عنا ما يقولون ويرموننا بالعسري وبالنكد وبالشعم وبالإقصاء وبالتطرف هو عينه منطق ذلك الرجل رأس الأزد مخنف بن سليم الذي كان مضطربا متزلزلا لأنه لا يريد أن يقاتل بني عمومته من الأزد الذين كانوا مع معاوي فلما نطق جندب بن زهير الأزدي رحمه الله بنفس الذي نحن ننطقه من الشدة ودعا إلى قتال حتى الآباء والأبناء في سبيل الحق حمل عليه ذلك الرجل مخنف بن سليم وسبه وشتمه ودعا عليه وقال يعني أبعدك الله في التيه أعزبك الله في التيه أنت واحد نكدي التاريخ يعيد نفسه دائما إنهم لا يريدون الصرامة الدينية مخلص الحشي ما يتحملون واحد صارم بس يريدون هذا الذي يحسب الحسابات بقولتهم يميل بين الرأيين قبحا لمخنف بن سليم يقول والله ما ميلنا بين رأيين أي رأيين أنت هناك أمر واجب الطاعة والنفاذ من علي بن أبي طالب بالجهاد تقول أميل بين رأيين وهناك رأيين أمام علي نقاتل أو لا نقاتل هذه بحد ذاتها سقطة الموجود الآن في الساحة هم هؤلاء الذين يميلون بين رأيين يريدون هذا التميل ها لا نواجه فلان لو ما نواجهه صاحب بدعة حرف في الدين قال كلمة كفرية قال كلمة ضلالية يضل بها الناس لا نميل نشوف ها نواجه لو نحسب حسابات المصلحة الحكمة ما أدري الأهم والمهيم نقدم الأهم على المهيم تزاحمات ما أدري كذا علاقات نسوي ما نسوي انتكتك ما نتكتك ما كو فائدة ويا هذا الصنف ما كو فائدة يحسبوها حسابات ما شاء الله بس حتى يخرجون أنفسهم من الواجب الشرعي من المواجهة لا يريدون المواجه بصريحة العبارة هؤلاء على درب مخنف ابن سليم شيعي إيه مع أمير المؤمنين عليه السلام إيه صحيح بس سقط في الاختبار لا أقل بهذه النسبة أنه مضطرب يتردد ها نقاتل بني عممتنا لو من قاتل يحسب حسابات مثل ما مر معنا فوالله لا ندري إن لم نقاتلهم فلم نخلص لإمامنا أو لم نناصح إمامنا ولم نواسي جماعتنا وإن قاتلناهم فعزنا أبحنا ونارنا أخمدنا تكتيك حسابات دا يفكر يشوف في راوسها يداورها يميل بين رأيين الشيعي الملتزم المؤمن الصالح يتكلم ولا يفكر إلا كما فكر جندب بن زهير الأزدي رحمه الله هذا الرجل الجليل الذي يقول فيه الفضل بن شاذان كما في الكشي في رجال الكشي من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم جندب بن زهير رضوان الله تعالى عليه إحنا من هذا الصنف أنتوا روحوا على درب مخنف ابن السليم زين روحوا على هذا الدرب تكتيكوا وما أدري احسبوا حساباتكم وميّلوا بين آراءكم وقعدوا هاي جلساتكم اللي ما شاء الله ليل ونهار جلسات نتباحث نتناقش أما نحن فنمضي ولا نبالي كالسيف نحارب نواجه نهاجم أعداء الله نفضحهم نعريهم نحذر الناس منهم هذا دربنا ولا نبالي لا بأقارب ولا بمعارف ولا بأصدقاء ولا بأحد إحنا مو مثلكم طلبا لما كان يطلبه هذا الرجل الجليل جندب بن زهير رضوان الله تعالى عليه من الشهادة فإنه رغم ما افتري عليه من رأس قومه ورغم تلك المسبات التي نالها لم يبالي فذهب يقاتل تقول الرواية وتقدم جندب بن زهير فبارس رأس أزد الشام يعني رأس قومه الأزديين مع معاوية من أهل الشام فقتله الشاميه فاز بالشهادة وهناك في موضع آخر من كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم أعني فالصفحة 398 أبيات لجندب بن زهير رحمه الله سجلت عنه أنه قالها في تلك المعركة قبل أن يستشهد قال رحمه الله هذا علي والهدى حقا معه يا ربي فاحفظه ولا تضيعه فإنه يخشاك ربي فارفعه نحن نصرناه على من نازعه صهر النبي المصطفى فقد طاوعه أول من بايعه وتابعه نعم هكذا يكون منطق الإنسان المؤمن الملتزم المجاهد المحارب الصارم هذا علي والهدى حقا معه فمن الأبناء والآباء وأبناء العم من هؤلاء بشكل عاجل وسريع قبل أن يدركنا الوقت نأتي على ذكر النموذج السابع بلا تفصيل جاء أيضا في وقعة صفين في الصفحة مائتين وواحد وسبعين قال عمر أي عمر بن سعد وخرج رجل يسأل المبارزة من أهل الشام فنادى من يبارز وهو بين الصفين فخرج إليه رجل من أهل العراق فاقتتلا بين الصفين قتالا شديدا ثم إن العراقي اعتنقه أي بسبب القتال اعتنق بعضهما بعضا لا محبة بل القتال يعني تشابك مع بعضهما بعضا فوقعا جميعا تحت قوائم فرسيهما فجلس على صدره وكشف المغفر أي الخوذة وكشف المغفر عنه يريد ذبحه فلما رآه عرفه فإذا هو أخوه لأبيه وأمه تفاجأ أنه هذا اللي يريد الآن ذبحه هو أخوه لأبيه وأمه فصاحبه أصحاب علي عليه السلام أجهز على الرجل فقال إنه أخي تأثر هؤلاء فقالوا فاتركه مدام أخوك تبين أنه أخوك تركه قال لا حتى يأذن لي أمير المؤمنين التزام الرجل الرافض صحيح ومتأثر أنه أذبح أخي أم لا هو الآن تحت يديه نزع المغفر عن رأسه فوجده أخوه لأبيه وأمه أراد أن يقتله اتفاجأ قالوا لا أجهز على الرجل قال إنه أخي قالوا فاتركه قال لا حتى يأذن لي أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر علي بذلك فأرسل إليه دعه فتركه فقام فعاد إلى صف معاوية يعني لو لا ذلك لو لا الإذن من أمير المؤمنين عليه السلام لما أجهز على أخيه لما عفوا ترك أخاه يفلت إلى معاوية ولا أجهز عليه علينا أن نتعلم من هذه النماذج أيها الإخوة بالفعل علينا أن ندوس على مشاعرنا في بعض الأحيان إذا أردنا أن ننجح في درب الجهاد هؤلاء أيضا من جانبهم تعلموا هذا النجاح وحازوا هذه المقامات السامية وصلوا إلى هذه المقامات السامية تعلموا من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإنه الذي يقول في نهج البلاغة وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله نَقْتُلُ أَبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمُضِيًّا عَلَى اللَّقَمَ أي المنهج والطريق وصبراً على مضض الألم وجداً على جهاد العدو هذا وصل الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الضائرين اشتركوا في القناة